إلى ذلك أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية أن مستقبل اليمن مرتبط ارتباطا وثيقا بأشقائه في دول مجلس التعاون وحلفائه في المنطقة من جنب آخر دعا وزير الخارجية في تصريح أدل به إلى مركز الأخبار دعا إيران إلى الانفتاح على دول المنطقة برسالة سلام وتعاون وليس تصدير السلاح والفوضى مستقبل اليمن الآمن المستقر الذي نتطلع عليه مرتبط ارتباط وثيق بحلفاء وأشقائه في دول مجلس التعاون فنحن نتطلع إلى أن نقف مع اليمن سياسيا واقتصاديا وأمنيا ودفاعيا كما نحن الآن أيضا الآن في فترة الدفاع وفي فترة السلم في المستقبل إن شاء الله القريب ونتمنى اليمن حل سياسي يجمع الجميع ونتمنى لهم أنهم ينجحون في مفاوضاتهم القادمة بدون شك لا ليس من الاتفاق الاتفاق هو شيء جيد إذا تم تطبيقه بالكامل سيسهم بدون أي شك مواربة في الأمن والاستقرار في المنطقة لكن المسألة هذه جانب واحد هناك جوانب أخرى فأظن الاستكمال لمرحلة الاتفاق النووي يجب أن تكون هناك مرحلة أخرى تغير فيها إيران سياستها الخارجية تغيير كبير وتنفتح على المنطقة وترسل لها وتتعامل معها وترسل لها وتصدر لها منتجاتها الاقتصادية الزراعية وكل خيراتها بدل ما أن يأتينا منها السلاح والقنابل والشر اشتركوا في القناة